أهلا بكم أفقر دولة أفريقية غنية بثروات حبيسة الموقع لكن نهرها شريان حياة صحراء مترامية الأطراف تضم في قلبها كنوزا إنها النيجر تلك الدولة التي جذبت التحركات السياسية الأخيرة فيها لانتباه على المستوى الأفريقي بل والعالمي ما يعكس أهميتها السياسية والاقتصادية المتفردة تحتل النيجر المركز السابع عالميا من حيث احتياطات اليورانيوم وذلك وفقا لإحصاء عام 2019 تحتفظ الشركة الفرنسية أريفا بالحق في معالجة موارد اليورانيوم الذي يتم تصديره إلى بعض الدول ورغم ذلك تظل النيجر من أفقر دول العالم بدأت فرنسا عام 1971 لاستحواذ على استخراج يورانيوم النيجر الذي يمدها بـ 35% من احتياجاتها من الطاقة النووية التي تسهم بدورها في توليد 75% من الطاقة الكهربائية في فرنسا وتبلغ حصيلة ما استخرجته الشركات الفرنسية من يورانيوم النيجر حتى عام 2012 ما يقدر بـ 110 ألاف طن تدفع شركة إريفا الفرنسية للنيجر 150 مليون يورو مقابل اليورانيوم بالإضافة إلى 100 مليون يورو على شكل ضرائب حول الرئيس النيجري السابق ممادو طانجة الذي تولى رئاسة البلاد في الفترة من 1999 إلى 2010 حاول استغلال الخام بشكل أفضل ففتح الباب أمام الشركات الأجنبية للاستحواذ على اليورانيوم ومنح عدة ترخيص لشركات صينية وهندية وكندية النيجر غنية بثروات أخرى مثل المنتجات الزراعية كالذور الرفيعة والكسابة والقصب السكر والأرز والبذور الزيتية واللحوم بالإضافة إلى الملح ومن المعادن الأخرى الذهب والقصدير والنحاس والفحم والزنك والفسفات بالإضافة إلى احتياطين هائل من خام الحديد مع ثروة وعيدة من النفط حيث تضخ النيجر نحو 20 ألف برميل يوميا معظمها من مشروعات شركة البترول الوطنية الصينية النيجر هي دولة حبيسة غير ساحلية في غرب أفريقيا تقع بين سبع دول هي ليبيا والجزائر ونيجيريا واتشاد وابنين ومالي بالإضافة إلى بوركينفاسو لكن يعد نهر النيجر شريان حياة لدول مالي وابنين ونيجيريا بطول أربعة ألاف ومائة وثمانين كيلومتر ويستخدم في صيد الأسماك ونقل الركاب والبضائع وتستخدمه بعض الدول في توليد الكهرباء استقرار النيجر ووضع الأمني يؤثر على الدول المحيطة بها فهي ممر عبور للهجرة غير الشرعية من قلب إفريقيا في الطريق إلى أوروبا فعلى سبيل المثال في 2016 كشفت وكالة الهجرة الدولية أن أكثر من ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين ألف مهاجر عبروا شمال النيجر إلى ليبيا وإلى الجزائر وعلى الرغم من كل هذه الثروات تقع النيجر في ذيل المؤشر العالمي للتنمية البشرية وتصنف بين أكثر بلدان العالم مديونية بالنسبة لحجم الناتج المحلي كان هذا استعراضا لوضع النيجر الاقتصادي وأهميتها الاستراتيجية إفريقيا ودوليا